لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم مراسل الغد أحمد العربي أهلا بك أحمد إلى أين وصل جديد المفاوضات في يومها الثالث في ما يتعلق بسد نهضة نحن الآن في انتظار نهاية الجلسة الثالثة والتي تضم وزراء الريوى موثلين من اللجان الفنية من دول مصر والسودان وإثيوبيا حيث أن الجلسة قد بدأت قبل نحو ساعتين من الآن واستمر فيها التداول حول الموضوعات التي قد قالت وزارة الريوى السودانية إنها ستطرح من خلال هذا اليوم هو المقترح الإثيوبي الخاص بالتفاوض ربما هذه الجلسة ستحسم موضوع إذا كانت هذه المفاوضات ستحرز تقدما أم لا خصوصا مع تمسك الأطراف بمواقفها المختلفة إثيوبيا حتى الآن بعد الجلسة الأولى التي تحفظت فيها على اتفاق إثيوبيا والنقاط اتفاق واشنطن عفوا إثيوبيا قالت إنها ستدفع بمقترح ربما هذا المقترح يأتي مجافيا أو ضد الرغبات الجانبين سواء كان في سودان ومصر وهذا يعتبر مؤشر لأن المفاوضات ربما لن تنضي بعيدا لكن عموما ننتظر نهاية الجلسة وأهم ما يرد فيها بعد هذه المداولات بين الأطراف المختلفة بالإضافة أيضا إلى تحديد بشكل دقيق دور المراقبين في هذه المفاوضات الذين تم اختيارهم من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تحديد مشاركة المراقبين هل هي إشرافية أم يكون لهم أيضا دور في موضوع التفاوض بين الدول الثلاث عموما في انتظار نهاية الجلسة وأبرز ما يمكن أن تخرج به هذه الجلسة نعم أشكرك جزيلا أحمد العربي على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر